يتجه النواب اللبنانيون الاثنين المقبل إلى الرئيس لتسمية رئيس الحكومة الجديدة المتوقع أن تكون حكومة تكنو سياسية من اختصاصيين وحزبيين ورغم ارتفاع أسهم سمير الخطيب لتولي المهمة لا يزال الباب مفتوحا أمام مفاجأات الساعات الأخيرة تتوزع الكتل النيابية الكبرى في البرلمان اللبناني على الشكل التالي تكتل لبنان القوي يضم ستة وعشر نائبا وكتلة المستقبل من ثمانية عشر نائبا وكتلة التنمية والتحرير تضم سبعة عشر نائبا وكتلة الجمهورية القوية من خمسة عشر نائبا وكتلة الوفاء للمقاومة تضم اثنى عشر نائبا وكتلة اللقاء الديمقراطي من تسعة نواب ينص الدستور اللبناني على ضرورة أن يحظى رئيس الحكومة المكلف بأكثرية عدد أصوات النواب الذين يحضرون إلى القصر الرئاسي لتسمية مرشعهم وحتى الساعة يحظى المهندس سمير الخطيب بتأييد لتكليفه من أكثر من ثمانين نائبا ومن بين المؤيدين رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري الذي أعلن أنه يدعم ترشيح الخطيب لرئاسة الحكومة المقبلة وكذلك الكتل النيابية التابعة للتيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله أما على الجانب الآخر فبات محصوما موقف كتلتي القوات اللبنانية وحزب الكتائب بعدم تسميتهما الخطيب كما أعلن رئيس الوزراء الأسبق نجيم مقاتي أن كتلة الوسط المستقل التي يرأسها ستسمي سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي والجملات لم يحسم موقفه النهائي بعد لناحية اختيار الحريري أو الخطيب لكنه أكد أن حزبه لن يشارك في الحكومة وسيسمي من وصفهم بالكفاءات الدرزية لتولي حقائب وزارية وفق الدستور اللبناني بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة يصدر رئيس الجمهورية مرسوم تكليف رئيس الحكومة بعد إطلاع رئيس مجلس النواب على نتائج الاستشارات وبعد ذلك يعمد رئيس الحكومة إلى مشاورات تأليف الحكومة ويعرض التشكيلة على رئيس الجمهورية الذي له الحق في الموافقة عليها أو رفضها ترجمة نانسي قنقر